يعمل الأديب أو الكاتب بجهد كبير لإصدار كتاب أو ديوان شعر في المقابل لا يتم القارة هذه الأيام بأي نشاط أدبي بسبب انشغاله بوسائل التواصل الاجتماعي أو الهاتف الخلوي الكتاب يعتبر صديق الإنسان رضينا ما بينه لكن بعد 2003 وفي أحصر الأنترنت والكمبيوتر والفيسبوك وما فرضت علينا التقنيات من تطور قللت من حجم الكتاب وقللت من أهميتها هناك ليس فجوة وإنما هناك أمية تساعد عليها وزارة التربية وزارة التعليم العالي إنهم لا يحاولون تنمية الثقافة عند المتلقي الآن اختفت المدارس من كل اختفت المكتبات من كل مدارس الإراق الشبكة العنكبوتية أو ما يشمل أنترنت لعبت دورا كبيرا في المستوى الثقافي للقارئ وأثرت على دور النشر والإصدارات الأنترنت لعب دورا كبيرا يعني لعب دور مهم جدا في تغيير ثقافة القارئ فهذه أيضا أثرت على مستوى الكتاب المطبوع أو المقرو وأيضا بالتأكيد المطابع ودور النشر القليلة ولا سيما في مدينة كاركوك أيضا كانت عاملا غير مشجعة على وصول الكثير من الكتب التي افتقدها أبناء كاركوك في هذا المجال ولا سيما بالثقافات المتنوعة أقصد فتح دورات تثقيفية بأهمية القراءة والاطلاع للأطفال أو للطالبة هي أحد خطوات التي يجب اتخاذها في المرحلة المقبلة تهدف إلى ترغيبهم بالقراءة لرفع مستواهم الثقافي عدم القراءة وعدم الاهتمام بالقراءة أكثر يرجع إلى التقنيات الحديثة مثلا الإنترنت والتواصل الاجتماعي بصراحة من الطفولة متعود على هذه المفروض نفتح دورات خاصة لعدم إعطاء الموبايل أو هذه التقنيات الحديثة للأطفال لحينما يوصلون وأن نعلمهم على القراءة حتى بالنسبة للمدارس نلاحظ مثلا نشوف عدم الاهتمام بالقراءة وشتان ما بين الأمس واليوم فبالأمس كانت هناك جلسات حوارية وثقافية ونقاشية حول آخر الإصدارات محط اهتمام القراءة أما اليوم فاغلب الاهتمامات تنحصر حول أحدث التقنيات والتطبيقات للألعاب أو الفيديوهات وهي إنعطافة خطيرة على المستوى الثقافي للفرد الكتاب خير جليس وأنيس للإنسان أما اليوم أصبح الجهاز الخلوي أو الموبايل الصديق الدائم للإنسان وإذا سمر الحال هكذا ربما تنعدم العلاقة بين القارئ والكتاب عدنان جاء فضاياة التغيير كاركوك